اهلا بكم من جديد اذا اعود الى ضيفي هنا في الستوديو لساد مازن سالهب وهو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماسل الاستشارات السؤال الاول سيكون عنا ارقام الوظائف الامريكية اليوم وغد هل برأيك هذه الارقام سيكون لها تأثير على قرارات الفيدرالية الامريكية ورفع معدلات الفائدة وخصوصا من بعد اللهجة التي رأيناها نوعا ما متساهلة في اخر اجتماع كان واضح تماما بانه من حديث استاني في شهر قبل يومين هو نائب رئيس الفيدرال الامريكي ومختلف اعضاء الفيدرال الامريكي بانه لن يتم التركيز فقط على معايير سوق العمل الامريكي هناك قناعة مطلقة لدى اعضاء الفيدرال الامريكي بان سوق العمل يؤدي اداء ممتازا وانه قريب او ربما بات قريبا من اعلى مستويات التوظيف والتشغيل في الاقتصاد الامريكي بالتالي اعتقد هذا الموضوع تقريبا شبه منتهي في حسابات الفيدرال الامريكي على الأقل في الوقت الحالي ولكن لن يؤثر فعليا ارقام مظائف ممتازة في اي خطوة سوف يتخلصها الفيدرال الامريكي خاصة بعد ما شفنا نحن تراجع نمو الاقتصاد الامريكي والجي دي بي الناتج محلي في الربع الرابع من العام الفائد كانت تراجع عن اقوية باكثمة التوقعات وبالتالي اعتقد بانه لن يتم فقط التركيز على موضوع او على معايير التوظيف لن تغير في نظام الفيدرال الامريكي دائما ابدا ما تسعر الاسواق شيء اللي بيختلف عن سياسة الفيدرال الامريكي هناك دائما في نلغة بالاسواق اشارت الاسواق قبل فترة او بعض المصادر الاعلامية واللي بيشت فيها الناس انه اربع مرات ترفع اسعاف هذا اعتقد هو قابق وشيء او ابنى من عدم حدوث هذا السيناريو بشكل او باخر المعايير الاقتصادية العالمية لا تساعد هناك نوع من الاتجاه الى تراجع واضح في اداء القطاع الصناعي والتصنيعي في الولايات المتحدة الامريكية لن يكون بمقلول الفيدرال الامريكي يرفع اسعال الفائدة في 2016 اكثر من مرتين بشكل او باخر شوان كان في مارش او شوان كان في سبتمبر بس لن يكون بمقلول رفع الفائدة بهذه المعاطيات الحالية اكثر من مرتين الحديث الاخير لسانلي فاشر كانت الاسواق قد اخذته بانه نحن سحبنا عن الطاولة احتمال ان نرفع في شهر مارس صحيح برأيك اذا كان مارس ليس على الطاولة بعد الان هل هذا يعني بانه ما توقعه الفيدرال الامريكي او امنيات الفيدرال الامريكي باربع مرات رفع خلال هذا العام لن تتحقق شوفي اعتقد ان الفيدرال الامريكي واعي تماما لهذه التطورات يعني دائما ما تكون توقعاته اعلى ربما بشكل او باخر حتى لا يشير الى نوع من الذعر في الاسباق العالمية ولكن نحن بحاجة الى الواقع واعتقد استأنف شركان اكثر واقعية من غيره في تحديد هذه السياسة النقدية في تحديد معطيات الاقتصاد الامريكية وهو اشاره بشكل واضح الى انه بمعنى ان الرياح لا تشتري يعني انت تجربة ماذا تشتري بمعنى او باخر في المعايير الاقتصادية الامريكية وهذا ما كان واضحا قبل يومين في حديثه اذا هذا معناه بانه ربما بحديثه يعني انتهينا من موضوع مارش انتهينا من موضوع آذار بانه رفع سعى الفادة يريد استأنف شرمن الأسواق قد تكون واقعية اكثر يريد من الدولار الامريكي ان يعود لتراجع مرة اخرى مقابل العميلة الاسهل لانه تتراجع الانتاج الصناعي تراجع الاصصادرات الامريكية هذا الانكماش ربما في بعض القطاعات الاقتصاد الامريكية وخاصة تصنيعية ما رده الى ارتفاع الدولار الامريكي في الوقت الحالي لن يريد الفادرة الامريكية ان يرفع مستوية الدولار الامريكي بقوة في وقت الأقصاد العالمي مهدد بالإنكماش في وقت كثير من المصادر تشير عن أن الأقصاد الأمريكي 2016 لن يكون لديها إعداء ممتاز لفتني أنه بالرغم من كل تدخلات البنك الشعب الصيني خلال الفترة الأخيرة تقريباً متحدث عن خمس مرات تقريباً متتالية في شهر يدخل البنك دعم للأسواق يدخل بسيولي يحاول إجراءات جديدة مع ذلك حتى الآن شوفنا ارتفع يمكن مع إطلاق الآخر دفعة ولكن عادة الأسواق التراجع من جديد ما هو المطلوب حتى تستقر الأسواق لأنه اللي عم بصير أنه نحن نعرف بأنه يمكن الأسهم قد تكون معيار يحتسب كقياس أداء الاقتصاد ببعض الأحيان هناك الكثير من من يخالف هذه النظرية ولكن في الصين الآن ما يحدث في أسواق المال العالمية هي أول شيء عم يتم نقله للعالم على هذا الأساس عم يكون هذه المخاوف مع ذلك برغم كل المحاولة وكل الإجراءات لم تنجح الصين حتى الآن في تهدئة أسواق المحلية على الأقل صحيح شوفي الصين هي أحد الاقتصاديات الكبرى في العالم ثاني أكبر الصلاة في العالم أداء السوق المالي في الصين لا يشير بصراحة ولا يعتقي إنعكاساً لنمو الاقتصاد الكامل في دولة عملاقة كالصين هذا أولاً مستوى السوري الهائلي من البنك المالي الشعب الصيني لم تفت لأن هناك الكثير من يارات الدولة التي خرجت من الأسواق الصينية وذهبت إلى خارج الصين للاستثمار في دول أخرى أكثر تقدماً أو في اقتصادها تحقق نمو أعتقد أن الموضوع هو أكثر من الاقتصادي يتعلق بمعايير الشفافية معايير الإجراءات البنكية معايير إصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الصين هناك مبالغة أعتقد اللبناء بشكل بآخر إذا اعتبرنا بأن الأقتصاد الصين الآن يحقق نمو أو الجي دي بي ناتج المحلي الإجمالي يصل تقرباً إلى حوالي 12 تريليون دولار نحن عندما نتكلم عن حوالي 6.5% أو 6.7% نموه اقتصادي هذا يعني أنه نموه هائل جداً في هذا الاقتصاد وبالتالي أعتقد هناك نوع من عدم وضوح في قراءة ما يجي في الصين بالوقت الحال في الأقل هناك مبالغة في ردة فعل الأسواق هناك مبالغة في ردة فعل السياسيين صناعة السياسة النقلية على مستوى العالم بأن الصين في طرقها إلى الانهيار هناك نوع من الجسم من التعديل في السياسة النقلية في الصين سوف تأخذ مجراهة خلال السنوات القادمة لن يكون بمقدور الصين عندها أن تحقق مستوى التنموه طب برأيك مهنون كمان لما يكون هناك تدخل بهذه السرعة بهذه الوتيرة المتسارعة من قبل صناعة القرار في الصين هذا كمان يعطي هذا الانطباع أنه حتى بالصين نفسها هناك إحساس بأنه في خطورة ما ولا ما كانت في عنا هذا التلاحق السريع لإن كان التدخل بالسيولة إن كان لإجراءات جديدة نحن الآن أسمعنا أيضا عن موضوع مبيعات المنازل التي أيضا سيطم التخفيض عليها ليس هذا فقط حتى الإقرار تقنيات محددة مثل سيركيت بريكر أو إلغاء بعد أسبوع يعني الحبانك مش موجود فقط في أسباقنا العالمية وإنما هو من الصين يأتي صحيح لا شك بأنه في عندك في بعض المرات من التخبط يعني نحن أخذنا أول شيء قرار رجعنا بعدين تراجنا عنه فيما بعد هناك بدنا نفهم شغلي مهمة جدا لبناء القرارات الاقتصادية الكبرى في الصين لا تأتي دون خلفية سياسية في اقتصاد محكوم من قبل حزب واحد وفي عندك طبقة وسطة تشكل مئات الملايين من الناس التي تكبر الثروات بين أيديها يوم بعد يوم البنك الشعب الصيني يعني لديه مخاوف حقيقية من أن تتحول هذه التراجعات إلى مشكلة سياسية واقتصادية لديه وبالتالي هذا التدخل السريع ربما جاء كردة فعل على هذه التراجعات القوية التي يريد أن يكبح جماح التراجع بشكل أو بآخر خلال المرحلة القادمة أو خلال الشيء اللي صار في فترة ماضية هناك آلية سياسية أكثر من كونها اقتصادية في كثير من مقارات اللي بتطلع بالصين بشكل أو بآخر هذه نقطة مهم جدا النقطة الثانية المستثمر في الصين بات يدرك تماما بأن مجتوات السيولة الهائلة التي كانت خلال السنوات الماضية هي ما رفعت الأسهم الصينية إلى مجتوات قياسية لم تكن مرتبطة باقتصاد حقيقي لم تكن مرتبطة بأداء اقتصادي في جميع القطاعات هناك تراجع واضح الآن في أداء الاقتصاد الصناعي هناك تراجع واضح في أداء الاقتصاد التصنيعي والصادرات إذن هناك تراجع واضح في هيكلية حقيقية وفي هيكلية أساسية من هيكلية الاقتصاد الصيني وبالتالي هذه الارتفاعات كانت بوالغا بها وكان الموضوع مسألة وقت قبل أن تعود هذه المؤشرات إلى التراجع بشكل أو بآخر لكن ما يخيف الآن هو ليس التراجع إنما سرعة هذا التراجع بشكل أو بآخر إذا كان التراجع تقليديا أو منطقيا وعاديا لا يثير الضعور ولكن أنا أعتقد هذا سرعة التراجع هي ما تخيف وسوف نرى أعتقد مزيد من التدخل من قبل البنك الشعب الصيني خلال مرحلة القادمة ولا أعتقد بأنه ربما نكون قد وصلنا إلى مرحلة بعد موصلة المؤشرات عند هذه الخسائر ربما نكون وصلنا إلى مرحلة قد تستقر من بعدها بشكل أو بآخر في حال كان في عنا مستوات سيولية ليس الخوف من مستوات سيولية الخوف هو من عملية البانك أو الذعف في الأسواق العالمية اللي هي مرتبطة بعوامل نفسية بشكل أو بآخر أستاذ مازل نحن سنأخذ فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال هذا الحديث مازل الذهب منذ بداية العام عنده مكاسب حوالي 6% تقريبا خسائره العام الماضي كانت حوالي 10.5% يعني نحن في خيد شهر واحد عدلنا تقريبا 60% من خسائر عام كامل الحديث الآن بأنه الذهب إلى المزيد من الارتفاعة سأعطيك هذا الأسباب وأنت أقول لش رأيك السبب الأول مثل ما تحدثنا البنوك المركزية العالمية الاتجاه للمزيد من اللهجة التحفيزية والتيسيرية البنك المركزي الأوروبي الياباني وحديث الفدرالي الأمريكي الأخير الذي على ما يبدو أنه فيه انتظار على الحياد مراقبة لما يحدث من تطورات في الاقتصاد العالم وعلى ذلك الأسواق لا تتوقع كثيرا أن يكون في عنا رفع لمعدلات الفائدة هذا واحد اثنين كل شيء نحن النفط عم بتراجع عنا معناتنا نحن عنا في تلبك وتقلبات في الأسواق فبالتالي أيضا أنك أنت تفوت على أسوق الأسهم في هذا الوقت يمكن يكون أفضل لألك تنتظر لأنه ممكن توصل إلى قيعان أدنى صحيح بالمحر حالي طبعا أنا أتوافق مع هذا الكلام يعني دائما أبدا عم نشوف نحن على اسمي مثال تراجع الدولار الأمريكي التراجع العوائد على سندادات الخزين الأمريكية اللي شفناها بآخر يومين ما دون 2% على سندادات العشر سنوات هو ما دفع مجتوية المخاطر إلى ارتفاع في الأسواق العالمية هذا معناه بأنه سوف تكون لصالح الداب على الأقل في المدى القصير والمدى المتوسط في المحرح الحالية وصوله إلى 1130 هذا يؤسس لربما وصوله إلى مستويات الـ 150 أو 1170 ربما خلال المرحلة القادمة تراجع مستويات الأسهم تراجع مؤشرات الأسهم على مستويات العالم يقابلها تراجع ارتفاع الذهب في العالم هذا التراجع في مستويات الأسهم يكون دائما لصالح الذهب في المرحلة الحالية مع عملات التسليل الكميلة عم تفشل بيرفع مستويات الأسهم بسبب وجود المخاطر العالي جدا وعدم وضوح الرؤية في الاقتصاد العالمي كله عم يكونوا صالح الذهب أدى أعتقد في المرحلة أدى ممكن تشوف إسا في عنا ارتفاع إلى الأعلى يعني نحن مثلا في المستويات الحالية مثلا 1130 قد نراه عند الـ 1150 أو 1190 بس مش أكثر يعني حتى شوفي لا أعتقد بأنه سوف يكون بمقدوم ربما الزخم بشكل قوي جدا بالمحر الحالي القادمة ليش برأيك؟ لأنه كمان نحن في عنا مين بيقول مع كل ما يحدث يعني هذه الارتفاعات مع كل ما يحدث أنه هو 1130 إذا ما أخذب عن الاعتبار يعني الشيء لا يحدث بالعالم والتراجعات القاسية بأسواق الأسهم يجب أن يكون الذهب كمعيار أعلى عن ما هو عليه ولكن أعتقد أن النظر إلى الذهب في العالم تغيرها هو كملاث آمن أعتقد لا أتفق مع هذه الرؤية هو يجب عليه النظر إلى الداب لأنه أداة استثمارية فقط لا غير ليس ملاث أمنة بشكل أو بآخر على الأقل في المرحلة الحالية وعلى الأقل اللي شفنا بآخر سنتين هو أداة استثمارية يجب أن يقوم المستثمر بإضافتها إلى المحفظة الاستثمارية الذي يستثمر بها ولكن لا تكون نسبتها أكثر من 10 أو 9 أو 8 من البرتفوليو يعني رأس المال التي يمتلكه تماما في المرحلة الحالية بشكل أو بآخر الآن أنه التراجع القوي بأسواق الصلاع على مستوى العالم قوة الدولار الأمريكي اللي شفناها بال2015 كلها أعطت ربما أعطت عاملا نفسيا لعدم شراء الدهب وعدم يعني الزخم في شراء الدهب بشكل أو بآخر يعني من صناديق استثوار في الدهب أعتقد هذا أعطى أنطباع سلبيا اللي عم بيسير أنه شراء الدهب كان مرتبط جدا بأسواق الناشئة يعني من الـ 2011-2012 للـ 2015 كان مرتبطة بشكل أو بآخر بالاقتصادات الناشئة الصين، الهند، روسيا بشكل أو بآخر تراجعت هذه الاقتصادات في المرحلة الحالية وهذا ربما ما أبقى زخم الدهب ضعيفا ولم يحقق تفعات قوية به بشكل أو بآخر ولكن بشكل أو بآخر يعني إذا اعتبرنا أنه كان عند الـ 1070 أو 1080 دولار تقريبا قبل حوالي شهر أو في ديسمبر والآن عند الـ 1130 ربما نتكلم عن 1150 أو 1190 يعني بشكل أو بآخر ولكن قد تحت عملية تصحيح دائما سريعة في أسواق الدهب خاصة إذا عادت مؤشرات الأشواء من التحقيق نوع من الارتفاع طبعا بوجك الخير مازن الآن بدأت أسواق النفط تعود إلى الارتفاع خام برينت قبل قليل أن نسجل بعض المكاسب وكذلك الخام الخفيف إذا نعود إلى اللون الأخضر من بعض الخسار القوية التي كنا قد شهدناها أنا بشكر حضورك إذن خضار يقال لي خضار بالفعل إذن اللون أخضر هو الطاغي الآن اتفاعة طفيفة على كلنا على برينت شكرا جزيلا لك مازن سالهابر المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماسلي الاستشارة